أعلنت حالة الطوارئ في السماء أعلنت حالة الطوارئ عند الملائكة هذا ما قاله أحدهم على تيك توك وهو شخص لا أعرفه لكن واضح من كلامه أن تصوره عن السماء دنيوي هو يتخيل السماوات كمستشفى كبير تعمل فيه كائنات عاطفية وذات تفكير بطيء ومحدود مثل الإنس لكن السماوات ليست هكذا والملائكة كينات لا تشبه الإنس في شيء الملائكة كينات غير مخيرة وقوية جدا يعني أنها تتلقى أمرا ما لا تفكر فيه تطبقه وفقط لا تحسي أوامر الله أبدا وبما أنها غير مخيرة فهي لا تملك ما يملكه الإنسان من عواطف وهرمونات وفوضى عصبية كما قال الله عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يعني يطبقون وفقط مهما كان الأمر لا تذمر ولا حالة طوارئ ولا فوضى كما أنه لا يوجد شيء أو كيان أرضي لا تقدر الملائكة عليه وهذا بتسخيل من الله سبحانه وتعالى طبعا حتى أن الملائكة هي من ستدخل أعتى الشياطين إلى الجحيم هي فقط لم تتلقى الأوامر من الله لذلك لا وجود لحالة طوارئ في السماء حتى يوم القيامة لا تعتبر حالة طوارئ في السماء الملائكة تتلقى الأمر تتنبق وتنتهي القصة حالة الطوارئ ستكون في الأرض هنا وهذه طبعا ليست أول مرة نحن لسنا أول عصر يدخل الظلمات ولسنا أول عصر تتكالب فيه الشياطين على الإنس كل مرة الأرض تتجهز لشيء عظيم وهو أن يكون أكبر عدد من الناس وعاء للشياطين لأن كل شخص عند تحوله لوعاء يصبح ضمن جند إبليس أو الدجال ويخدم منظمته على الأرض إبليس رغم قوته وعمره الطويل وقدراته الخارقة لا يملك جسد مادي يعني لا يمكنه الخروج أمام العالم بجسد مادي ويخاطب الناس ولذلك هو يتحكم وراء الكواليس ويخطط بشكل يتوافق مع قوانين العالمين لكن هو يريد أن يخرج بجسد ضخم وغوي ولو قدرات خارقة للتأثير في العالم وفي الناس وجمع أكبر حشد من الإنس لن يظهر على أنه إبليس طبعا فالكل يعرف من هو سيظهر بشكل مختلف بهوية منقذ حتى يتبعه الناس لكن هل سيظهر هو بجسد خارق للعادة أم سيوكل شخصا ما للظهور لأن الجسد الذي يصلح ليكون وعاء لإبليس لم يتم إنشاؤه بعد وبما أننا نقترب من هذا اليوم فالشهادين ستكون أكثر شراسة على الإطلاق لأنها تعرف أن وقتها سينفذ وهي لا تريد ذلك ولذلك على كل شخص أن يختار سفه الآن الصراط المستقيم أم طريق الشيطان على كل شخص يختار الصراط أن يتخلص من الحضور الشيطاني حوله ومن الممارسات الشيطانية وأن يطهر قلبه من الشرك ويتمسك بالتوحيد